اشتركوا في القناة وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر انفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الارهابية والتكفيرية وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الاجراءات الامنية التي تسهم في القضاء على الارهاب بكافة اشكاله واشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تكفيف منابع الارهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الاهالي الشرفاء بالاضافة الى جهودها في انجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة مشيرا سيادته الى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على امن الوطن وصون مقدساته كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بانشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة اشتركوا في القناة